السلام عليكم ورحمة وبركاته النهاردة هنتعلم نعمل البوستر ده عالفوتوشوب اول حاجة هتحمله الفايل اللي بتاحت في الحاجة دي وممكن تستخدم الصورة بتاعتك بدل الراجل ده زي ما انت عايز اول الحاجة هتفتح الفايل بتاع الراجل وتشير الخلفية بس انا شايلها فهتلاقوها جاهزة في الملفات دلوقتي هنعمل نيو خليها ستة مية في تونة مية تمام نعمل نختار الفل نختار اللون سي سي تلاتة تسعة تلاتة اتنين تمام هنعمل كده دلوقتي هنفتح الصورة دي حطها في الفايل اللي عملناه كنترول تي مش هتغير المقاس دلوقتي هنروح عندي اميج ادجوسمنتز دي طبعا هنخلي الاوباستي تونين في المية دلوقتي هنعمل ادجوسمنتز يو انساتوريشن ونخلي وندوس على دي دي هتبقى صفر ودي هتبقى تسعة وخمسين دي تسعة وثلاثين تسعة وثمانين حين تمام دلوقتي هنعمل نختار نختار تاعمل نخلي مقاسها تسعة ومية ندوس مرة واحدة تاعمل مرة واحدة او مرة واحدة لازم نخليها دون ابيض تاعمل هنعمل سبتراكت بدل نورمال هنخليها سبتراكت تمام دروتي هنعمل view رولر ونخليها في نورس تمام هنعمل نيو آآ نيو لاير بروش نغير بروش نخلي خليها الاخيرها تمانية وسبعين واحد تسعة واحد اتنين تمانية سبعة اهي رقم سبعة ونصغرها نخليها خمسمية مقاس خمسمية تمام هنحاول نخليها في النص اللي قد ما نقضي اهو بين ctrl T ونلفها شوية اوكي دروتي هنروح عند الراجل ده نحطه في الفايل عندنا ctrl T ونصغره شوية تمام بلوقتي هندوس على هنعمل duplicate للصورة دي صورة الراجل تاني بلوقتي ندوس على دي نختار نضغط على الماسك right click disable layer mask تمام بلوقتي هندوس على هنخليها نخليها create clipping mask تمام ده بيخليها كده دلوقتي هنختار هنا دي نختار نختار brush tool نختار brush عادية هاي خليها الوردن الزيرو وديد ثلاثمية مسلا ونمسح والله معناش ندوس على الماسك بتاعه تمام دلوقتي هنعمل hide لكل اللي تحت ونسيب الثلاثة اللي فوق بدينا هندوس على اللي فوق دي نختار هندوس control shift alt اي control shift alt اي تمام بدينا هنرجعهم داني دلوقتي هنختار ثلاثة دول بنعمل لهم group group كده تمام هنعمل hide لل group هنختار الصورة دي اللي فوق هدين نعمل adjustments threshold وندوس على التحت دي تمام نخليها مية واثناشر تمام مية واثناشر بدينا image adjustments نخليها ندوس على ايه المراضي gradient map gradient map تمام نختار اللي تحت دي برضو نضغط هنا ندوس على ايه المراضي ونخلي لونها دي بي سي زيرو اي بي تمام ودي هنخليها ودي هنخليها علش اللي حصل ماشي هنكتبه ثاني d d c zero a b d d 0 a b اوكي دلوقتي هنعمل image adjustments curves بنختار اللي تحت دي تمام? مية واحدة وستين مية تسعة وعشرين. دلوقتي هنروح هنعمل ركتانجل. اه اه مسلس مربع مربع. لا مش هارف اسم الحياب. تمام? ندوس هنا واحدة ونخلي ده ستة مية فتمنمية. ندوس على دي. اوكي. لأ عنيش? خليه ابيض. ستة مية فتمنمية. تمام? نحطه كده. نخلي الفيل. صفر. تمام? رائد تلك. بلندينج اوبشنز. فتمنمية. نخليه الستروك. مع ليش اللحظة? نختارها على الركتاغنل كنترول تي ونخلي ندوسها على الصغيرة دي تمام ونخليها خمسة وتسعين تمام فهي كده خمسة وتسعين في المئة من الحجم الطبيع طريق حسنًا برقاً رائحة قليلاً برقاً برقاً نخليها 7 دي نخليها من نخليها من نخليها اللون نخليه 24 و 24 و 24 تمام اوكي دلوقتي هنفتح brush نحن نحن right click convert اه 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 convert لا نرجع الوراء عشان تشوفوا كوي right click convert to smart object تمام او اه عايزين ننازل دي بس شوية تمام هنختار rectangle نروح عند brush اوكي ونختار brush ونختار brush ونكبرها شوية خليها عمية وعشرين وصلا وندوس شوية تمام تمام دلوقتي هنختار text ونكتب اللي احنا عايزينه واتأكد انه font هي دي تمام انا اخلي size 18 خلي لونها عبيض تمام اخير نفس brush اللي احنا اخترناها قبل كده ونعمل نفس نعمل mask نعمل نفس الحية اللي اعملناها من شوية تمام وكده يبقى خلصنا ان شاء الله يعجبكوا لو عجبكوا ما تنسوش ال subscribe وعملوا لايك لصحته شكرا